اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة مرة مجيكم 10 سكايب حديث عراقي بعد أن انتهت ما يسمى مصرحية الانتخابات المبكرة والنتيجة التي ظهرت أمام الجميع أن الشعب العراقي كله قد قطاح فأسقط فيه كل من دعموا هذه العملية السياسية أسقط فيه كل من دعموا هذه الانتخابات وروجوا لها طوال شهور طويلة كنا أقرأ قبل أيام في وسائل الإعلام البريطانية غالبيتها أجمعت على أن الانتخابات العراقية اتسمت باللا مضالات والمقاطعة الشعبية الكبيرة وقالت كل وسائل الإعلام البريطانية اتفقت على هذا الموضوع وحتى الأوروبية كثير منها اتفقت على أن الانتخابات سجلت أكبر نسبة مقاطعة وانخفاض بالمشاركة كان قياسيا حيث قالت أحد الصحف أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن كثير من العراقيين يعني ما عادوا يثقون بكل هذه الحكومات فقدوا ثقتهم بالعملية السياسية والحكومة والمؤسسات التابعة لها طبعا هذا الوضع ليس جديد شعب العراقي فقد الثقة بهذه الحكومات منذ تشكيلها لحد اليوم نعم حجم الكتلة التي تنضم إلى الرافضة لكل هؤلاء للعملية السياسية ولكل هؤلاء الذين يحكموا للعراق تكبر يوم بعد يوم إلى الثمانتعة سنة أهل العراق قاوموا هذه العملية السياسية أرادوا إزاحة كل من فيها خرجوا بتظاهرات عديدة وآخرها كانت ثورة التشرين وأجهوهم بالقتل والاعتقالات والتنكين والكذب والتضليل والادعاءات هذا واقع الحال لكن يبقى السؤال المهم يعني رغم التطبيل هذا الذي طبلوا له لهذه الانتخابات المذكرة وقالوا أنها خطوة البعض قال أنها خطوة تاريخية البعض قال خطوة غير مسبوقة وكذبة كبيرة الحقيقة كذبة كبيرة أرادوا أن يعمموها أرادوا أن يسوقوها لكن لم يستطعوا ذلك بعد كل هذا وصلنا إلى مفترق الطرق الذي يصل إليه العراق في كل مرة في كل ما يسمى انتخابات من عام 2005 إلى حد الآخر في عام 2005 في عام 2010 في عام 2014 و2018 والآن نفس مفترق الطرق كتل لديها ميليشيات كتل فاسدة حكمت العراق طوال 18 سنة أكثر من 18 سنة 11 سنة نحو 19 سنة دمرت وخربت وصرقت وأهملت البلاد وضيعت هوية العراق وضيعت سيادته واستقلاله من يحكمون للعراق مجرد أجراء يعني ليس لهم هم إلا تحصيل أموال لصالحهم لصالح عزابهم لصالح مشاريعهم وليذهب الشعب العراقي للجحيم هكذا يتصرفون حقيقة لذلك العراق من كارثة إلى كارثة والكارثة الكبيرة التي حلت بالعراق منذ عام 2003 لحد الآن تكبر تكبر حتى يعني حتى صارت بحجم لا يمكن توقعه وصارت بعمق كبير جدا وتأثيراتها وتداعياتها كبيرة جدا على الشعب العراقي الحقيقة أكلت الكثير من أعمار العراقيين سفكت الكثير من دماؤهم دمرتهم هجرتهم دمرت مدنهم ضيعت عليهم فرص الحياة فرص التعليم فرص الطبابة فرص الحياة الطيبة مثل باقي البشر وهم من خيرة الناس شعب من خيرة شعوب الأرض مد الحضارة فيه تعلم الإنسان فيه علمهم علموا الكتابة أول من كتب في العراق أول من بنى المدن أول من وضع القوانين ومسلة حمرابي شاهد وآثر يعني ما أمروه العراقيين وما صنعوه طوال هذه السنوات آلاف السنوات في عمق التاريخ شاهدا عليهم لكن مع الأسف الشديد أن يصل هذا الحال بهم إلى هذا المستوى والفضل في كل ذلك للاحتلال الأمريكي ومن تعاون معه الذين دمروا العراق وحاولوا تمزيق شعبه عموماً وصلنا نتحدث عن مفترق طرق مفترق طرق هذه الكتل التي يسمونها فازت بالانتخابات هي نفسها نفس الوجوه مقتد الصدر هادي العامري نوري المالكي يعني كل هذا عمار الحكيم وغيرهم كل هذه الكتل ومعها هذه الكتل التي تسمى نفسها السنية خرجت الآن كتلة كتلة الحلبوسية وكتلة الخنجر وغيرهم كلهم هؤلاء لا يشكلون إلا قاعدة لهذه العملية السياسية لا يرغبون إلا باستمرار هذه العملية السياسية لأن فيها حياتهم فيها مكاسبهم فيها وجودهم ومضاعت هذه العملية السياسية المبنية على المحاصصة والدمار والخراب لأنها مبنية على هذه المحاصصة المحاصصة الطائفية والعرقية وصلنا إلى مفترق طرق فبالتالي كل الحاديث عن الإصلاحات والحكم والطريقة الجديدة والإصلاحات والشيء الجديد والوجوه الجديد كذبة كبيرة سيجلسون بالتالي بعد كل هذه الصراعات وأيام طويلة سيجلسون بالتالي وسيوقعون معاهدات بينهم واتفاقات بينهم وتخرج الحكومة وحكومة توافقية بحصص معينة لكل مجموعة حصتها ويعني نعود إلى نفس الحال وهذا ما كنا نسميه وسميه يعني كثير من المتابعين يسمونه تدوير النفايات هذه النفايات تدور مرة أخرى والوجوه نفسها وبالتالي حكم العراق بنفس الوجوه نفس الإسلوب نفس الإطار لأن العملية السياسية باقية والعملية السياسية قائمة على المحصصات قائمة على الحصص قائمة على توزيع المكاسب فيما بينهم والشعب العراقي يذهب إلى الجحيم سيحاولون يعني يعني مثل ما يقال ترقيع بعض الأوضاع وبالتالي يقولون أجرينا صلاحات ونحن نحاول والشعب العراقي من سيء إلى أسوأ رغم أنه يملك ثروة هائلة ثورة نفطية هائلة قبل الثروة النفطية الهائلة يمرك يملك ثروة بشرية هائلة لكنها معطلة مقيدة مع الأسف الشديد وبالتالي العراق لن يجد في هذه الانتخابات إلا صورة مكررة الانتخابات سابقة بنفس الوجوه نفس الخراب ونفس الدمار المهم الخارج دوليا وأقليميا ومحليا هؤلاء الذين يحكمون العراق لا يردون ألا العملية السياسية تنستمر لأنها فيها حياتهم وهذا هو المشروع الأمريكي الذي يدمر العراق والذي تريده إيران لأنه يضع في العراق ويدمره وهي تريد عراقا ضعيفا فبالتالي نفس الحال لن يتغير شيئا والحصص ربما ذهبت لهذا الطرف أكثر من هذا الطرف ولهذا الطرف أقل من هذا الطرف فهذا بالتالي نفس الوجوه ونفس المقاعد ونفس الحال ونفس الفكر المشوه الذي يدمر العراق مع الأسف الشديد هذه صورة الانتخابات هذه النتيجة النهائية رغم كل الصراخات ورغم كل الأحاديث عن تعديلات وأصلاحات لكن هذه هي النتيجة النهائية ما على أهل العراق إلا أن يجمعوا أمواجهم ليزيحوا كل هذا لأن في بقائه تكرار واستمرار لهذه الكارثة الكبيرة أترككم بخير وقت هذه الحلقة قد انتهى ألتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة